الممثل عمر الشريف اسم الميلاد ميشيل ديمتري شالهوب ممثل مصر شهير ترشح لجائزة الأسكر ولد في 10 إبريل 1932 بمحافظة الأسكندرية بمصر أسلم وتزوج من فاتن حمامة سنة 1955 وأنجب منها ولده طارق وتوفي في 10 يوليو 2015 إصر أذمة قلبية عن عمر 83 عاما الممثل كمال شناوي أحجانات السينما المصرية والعربية قدم أكثر من 200 عمل في السينما والتلفزيون مولد في مدينة ملكة البسودان في 26 ديسمبر 1921 ثم استقر بمدينة المنصورة في مصر وتوفي بعد معاناة مع مرض السرطان في 22 أغسطس 2011 عن عمر 90 عاما الممثل أحمد منصر الشهير بفارس السينما المصرية ولد في 8 أكتوبر 1917 وتخرج في الكلية الحربية المصرية في سنة 1938 مع الرئيس السادات ومع الرئيس جمال عبد الناصر التحق بسلاح المشاه ثم انتقل إلى سلاح الفرسان وتدرج فيه إلى أن تولى قيادة مدرسة الفرسية وشارك في حرب فلسطين سنة 1948 مارس التمثيل أثناء الخزمة العسكرية ثم خلع الملابس العسكرية سنة 1956 بعد استقالته وكان برتبة عقيد كان أحد أبرز أدواره على الإطلاق هو دور صلاح الدين الأيوبي في فيلم الناصر صلاح الدين توفي أحمد مظهر في 8 مايو 2002 قصر التهاب رأوي حاد عن عمر 84 عاماً الممثل سمير صبري اسم الميلاد محمد سمير جلال صبري ولد في 27 ديسمبر 1936 بالأسكندرية بمصر عمل في بداياته مزيعاً بالإزاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء تبناه عبد الحليم حافظ فنياً وقدمه للجبنى عبد العزيز وعمره 10 سنوات ليصبح نجم البرنامج الأوروبي له رصيد فني قدره 138 فيلم وعدد من برامج التلفزيون الشهيرة منها النادي الدولي وبرنامج هذا المساء قدم العديد من المسلسلات في التلفزيون والإزاعة توفي في 20 مايو عام 2022 داخل أحد فنادق القاهرة بعد صراع مع مرض القلب وقد حسم القضاء المصري في 17-20-22 شائعة وجود أولاد له حيث تم الحكم بعد موجود أولاد له وقد توفي عن عمر 86 عاماً الممثل شكري سرحان اسم الميلاد محمد شكري الحسيني سرحان ولد في 13 مارس 1925 بمحافظة الشرقية بمصر ويعتبر من أعظم الممثلين في السينما المصرية والعربية في القرن العشرين هو شقيق صلاح سرحان وسامي سرحان وابن عم الممثل محسن سرحان أول أعماله هي فيلم لهليب مع نعيم عاكف ثم عمل مع يوسف شهين في سنة 1951 في فيلم ابن النيل ثم توالت أدواره حتى لقب بفتى الشاشة الأول حاز على وسام الدولة وكذلك حاز على العديد من الجواز له العديد من الأعمال الإزاعية وتلفزيونية وله رصيد سينمائي قدره 150 فيلمان سينمائيا آخر أفلامه فيلم الجبلاوي سنة 1991 اعتكف في أيام الأخيرة على قراءة القرآن حتى ورف عنه عشقه للقرآن الكريم ولقب بعاشق القرآن توفي في يوم 19 مارس 1997 عن عمر 72 عاماً الممثل خالد زكي اسم الميلاد يوسف أسامة محمد أحمد عيد ولد في 22 فبراير سنة 1950 بالقاهرة بمصر حصل على باكالوريوس الفيلم المصرحية وبدأت مشاركاته سنة 1973 في فيلم مدرسة المراهقين مع فؤاد المهندس شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام وكان أشهر أعماله على الإطلاق دوره في فيلم طباخ الرئيس تميز بأداء دور الشخصية القوية في كثير من أعماله وكان بعيداً عن المبالغة والإسفاف كذلك جسد دور رجل الأمن الصارم كما في فيلم السفارة في العمارة ومن أعماله الشهيرة الممثل محمود قابيه ممثل مصري وهو سفير اليونيسييف للنواية الحسنة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولد في 8 ديسمبر 1946 بالقاهرة تخرج في الكلية الحربية في عام 1964 عمل ضابطاً في القوات المسلحة ثم اتجه إلى التمثيل قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عمل هناك في قطاع السياحة ثم عاد مرة أخرى ومرس التمثيل في التسعينيات تزوج في السبعينيات من سهير رمزي ثم انفصل وأشيع أنه تزوج من مرفة أمين لكنه نفى ذلك شارك في العديد من الأفلام وكذلك له العديد من الأدوار المتنوعة في المسلسلات التلفزيونية وله عدد من الصهرات التلفزيونية عمره الآن 76 عاماً الممثل محمود مرسي اسمه ميلاد محمود مرسي محمد وولي له في 7 يونيو 1923 في الأسكندرية بمصر وتخرج في كلية الأداب جماعة الأسكندرية قسم فلسفة درس الإخراج وتخرج من معهد السينما من باريس ولندن عمل في هاية الإزاعة البريطانية بي بي سي واستقال منها على الهواء أثناء حرب 56 والعدوان السلاسي على مصر عمل أستاذاً بمعهد السينما ومخرجاً بالتلفزيون المصري تزوج من الممثلة سميح أيوب وله ولد واحد منها اسمه علاء فاز بجائزة الدولة عن فيلم الليلة الأخيرة سنة 64 وفاز بجائزة أحسن ممثل عن فيلم شيء من الخوف 69 وكرم في مهرجان الفيلم الرواي 68 وله أكثر من 300 فيلم سينمائي من أشهر أفلامه على الإطلاق شيء من الخوف وكذلك أنا الهارب وفجر الإسلام وأغني على الممر وأمير الدهاء وحد السيف والسمان والخريف ومن مسلسلات التلفزيونية الشهيرة زينب والعرش والرجل والقصان وبين القصرين وقصر الشوق وأبو العيلة البشري والعائلة توفي في 24 أبريل سنة 2004 عمر 81 عاما عمر الحرير ولد عمر محمد صالح الحريري في 12 فبراير سنة 1926 بالقاهرة كانت بداياته مع السينما وطفل حيث شارك في فيلم سلامة في خير سنة 1937 بداياته كانت على المسرح القومي وقدم عدة مسرحيات ناجحة وعمل في عدة مسارح وقدمه للكمهور يوسف وهبي في مسرحياته تزوج عمر الحريري سلاس مرات كما أنجب سلاس بنات أما زوجاته فالأولى هي السيدة الممثل إبراهيم يوسري ولد في 20 أبريل 1950 بالقاهرة بمصر والتحق بكلية التجارة ودرس بها لمدة عامين ثم حصل على البكالوريس المعهد العالي في النون المسرحية سنة 1975 انضم إلى مصلح الطليعة ثم تجه إلى التلفزيون ورغب موهبته فإن عماله السينمائية لا ترقى إلى مستوى موهبته في التمثيل شارك في العديد من المسلسلات منها أهلا بالسكان والمحروصة سنة 1985 والشاهد والدموع ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت أول أفلام والبريء والمشنقة سنة 1986 ثم تتوالى الأعمال السينما والتلفزيون ومن أشهرها لآل الحلمية ومرأة هزة عرش مصر ومرجان أحمد مرجان تزوج من خارج الوسط الفني وأنجم ابنه الفنان محمد يوسري توفي بعد معاناة من مرض الفشل الكلوي في يوم عيد ميلاده الخامس والستون في عشرين إبريل 2015 الممثل يوسف شعبان اسم الميلاد يوسف شعبان شحات شميس ولد في 16 يولو 1931 في حي شبرى بالقاهرة والده مصمم إعلانات مشهور التحق بكلية الفنون الجميلة ولكن عائلته رفضت بشدة فقرر التحق بالكلية الحربية ولكنه رسب في كشف الهيئة فالتحق بكلية الحقوق جامعة عن شمس وهناك تعرف على أصدقاء عمره كرم مطاوع وسعيد عبدالغني التحق بفريق التمثيل في الجامعة ثم قدم أوراقه إلى المعهد العالي الفنون المسرحية ولم يكمل دراساته في كلية الحقوق في السنة الثالثة تخرج من المعهد العالي الفنون المسرحية سنة 1962 وبدأ التمثيل السينمائي في سنة 1958 ثم توالت أعماله حتى بلغت 133 فيلما في سنة 1995 ابتعد عن السينما واكتفى بالعمل في التلفزيون بدأ الأعمال التلفزيونية في سنة 1963 وقدم أكثر من 130 عملا أشهرها الشهد الممثل عماد رشاد هو ممثل مصري يولد في 3 ديسمبر سنة 1951 درس في المعهد العالي الفنون المسرحية قسم تمثيل وتخرج فيه اختاره المخرج محمد فاضل للمشاركة لأول مرة في صارة تلفزيونية ثم شارك محمود ياسين في بطولة مع تحياتي لأستاذ العزيز ثم عمل في المصرح عدة مصرحيات وكذلك شارك في فوزي الرمضان ومسلسلات تلفزيونية شارك كذلك في عدة أفلام منها الأستاذ يعرف أكثر والمحترفون وأمريكا شيكبيكا وإشارة مرور متزوج من خالة الممثل كريم عبد العزيز وله ولد وبنت هما ياسمين ونديم عمره الآن 71 عاما النجم صالح سليم أحد أبرز رموز ومشاهير الرياضة المصرية والعربية وهو ممثل ولاعب وعلم من أعلام النادي الأهل المصري اسم الميلاد محمد صالح محمد سليم ولد في 11 سبتمبر 1930 في حي الدق بالجيزة بمصر والده هو الدكتور محمد سليم أحد رواد طب التخدير في مصر ووالدته هي السيدة زينب الشرف والتي كان والدها من أشراف مكة قبل انتقاله للعيش في تركيا صعد للفريق الأول للأهل في عمر 17 سنة لعب أول مباراة أمام المصر سنة 1948 وأحرز فيها هدف احترف في نادي جراتس النمساوي سنة 1963 ثم عاد النادي الأهلي مرة أخرى في عام 1967 حيث اعتزل تدرج في إدارة النادي الأهلي حتى وصل إلى رئاسة الممثل ممدوح عبد العليم اسم الميلاد ممدوح محمود عبد العليم محجوب ممثل مصري ولد في 10 نوفمبر 1956 في أشمون بالمنوفية بمصر بدأ مشواره وهو طفل من خلال برامج التلفزيون تتلمز علادي المخرجة نعام محمد علي والمخرج نور الدمرداش بدأ مشواره سنة 80 وهو شاب مع كريمة مختار في أحد المسلسلات وبدأ المشوار السينمائي في سنة 83 في فيلم العزراء والشعر الأبيض حصل على باكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية كذلك حصل على عديد من الجوائز ولكن على الرغم انكسرت أدواره في السينما إلا أنه لم يحظى بالنفس النجومية التي حصل عليها في التلفزيون تزوج من المزيع شفك المنيري وتوفي يوم 5 يناير 2016 أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة جيم بنال الجزيرة حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة توفي على أثرها عن عمر 60 عاما الممثل عماد حمدي ولل في 24 نوفمبر في 1909 في سهاج بمصر وله أخ توأم اسمه عبد الرحمن والده كان موظفا ولقب بفتى الشاشة الأول تعلم فن الإلقاء أثناء الدراسة السنوية على يد عبد الوارس عصر ظهر على الشاشة لأول مرة في سنة 1942 في فيلم عيدة وحقق الشهرة في فيلم السوق السوداء ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الرومانسية في الخمسينات ولقب بفتى الشاشة الأول تزوج من موليرجيست فتحية شريف وله منها نادر ثم من المغنية شادية وفي سنة 1961 تزوج من نادية الجندي وأنجب منها ابن هشام وتزوجها لمدة 13 سنة وآخر أفلامه هو سواق الأوتوبيس توفي يوم 28 ناير 1984 عن عمر 74 عاما يصر أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع العمى التام والاكتئاب الممثل حسين فهمي اسم الميلاد محمد حسين فهمي محمود ولد في 22 مارس 1940 بالقاهرة وهو أخو الممثل مصطفى فهمي تخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1963 درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بعد العودة مارس التمثيل ولو مصرحيات عدة ولو العديد من الأعمال السينمائية وتلفزيونية لقب ببرنس الشاشة وهو الفتى الوسيم الزهبي نضج في العديد من الأفلام مثل الأخوة الأعداء والعار وانتبهوا أيها السادة واللعب مع الكبار تزوج ست مرات من نادية محرم وأنجب منها محمود ونائلة ومرفة أمين ولو منها منات الله ثم لقاء سويدان ثم سيدة سعودية كفيفة وسرية عمره الآن 82 عاما الممثل جمال سليمان اسم الميلاد محمد جمال أحمد سليمان ولد في 20 نوفمبر 1959 في حي باب سريجة بدمشق بسوريا عمل صغيرا في الحدادة والنجارة والديكور وفي مرسلة سيارات اتجأت ميولو ناحية المسرح وبدأ كهاوي داخل نقابة الفانينين السوريين سنة 1981 وفوصل منها في 2015 تزوج من الممثلة السورية وفاء موصلي ثم انفصله هو حاليا متزوج من رنى محمد سلمان ابنة وزير الإعلام السورية السابق وله منها ابن اسمه محمد المعهد العالي لفنون المسرحية بدمشق سنة 1981 ونتيجة تفوقه تم إرساله لبعثة إلى بريطانيا لمتابعة الدراسة المسرحية هناك تخرج في جامعة ليدز ثم عادة للعمل كأستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي لفنون المسرحية ثم مرس التمثيل وكان مطلب في العديد من الأعمال التلفزيونية والدراما السورية والدراما المصرية ومن أشهرها أفراح إبليس حاصل على العديد من الجوائز من سوريا والأردن والمغرب ومصر ومن الأمم المتحدة ومن لبنان عمره الآن 63 عاما الممثل نجيب الرحاني اسم الميلاد نجيب إلياس رحاني أحد رواد المسرح والسينما في الوطن العربي ويعد أحد أشهر ممثل الكوميديا في تاريخ الفنون المرئية العربية ويعتبر زعيم المسرح الكوميدي العربي ولد في 21 يناير 1889 بالقاهرة في حي باب الشارية أبوه عراقي من مدينة الموصل كان يعمل بتجارة الخيل تزوج من امرأة مصرية قبطية أنجب منها سلاسة أبناء هو أحدهم درس في مدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة وانضم إلى فريق التمثيل بها تخرج منها وعمل موظفا في شركة لإنتاج السكر في صعيد مصر وكان لذلك أثر كبير في أعماله سواء على المسرح أو السينما أسس في العشرينيات مع بديع خيري في القطو الخاصة واشتهر شهرة واسعة تزوج من بديع مصبني ثم انفصل عنها وتزوج من امرأة أممانية مسل بعض الأفلام السينمائية والتي لازلت حتى الآن تجذب المشاهدين توفي في 8 يونيو 1949 عن عمر ستين عاما بعد إصابته بالتيفود والذي أثر على صحة الرئة والقلب وكان سببا أساسيا في وفاته ولم يكمل تصوير فيلمه الأخير غزل البنات محمود ياسين اسم الميلاد محمود فؤاد محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة برسعيد بمصر هو ممثل مصري له تاريخ طويل من الأعمال البارزة في السينما والمصرح والتلفزيون ولتمييزه بصوت رخيم تولى التعليق في المناسبات الوطنية وكذلك أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخة تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة سنة 1964 والتحق بالمصرح القومي رفض التعيين الحكومي بلصنص الحقوق وعمل بالتمسيل المصرحي قدم أكثر من 20 مصرحية ثم تولى إدارة المصرح القومي لبنة عام قدم أكثر من 150 عملا سينمائيا حصد خلالها لقب فتى الشاشة الأول حصد على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر والعالم توفي في 14 أكتوبر 2020 عن عمر 79 عاما بعد معاناته من مرض أزهايمر وقد نفى أهله إصابته بهذا المرض الممثل إهاب نافع اسم الملاد إهاب محمد نافع ولد في 1 سبتمبر 1935 بالقاهرة بحي الموسكي وتخرج في الكلية الجوية سنة 1955 وعمل كطيار مقاتلات تزوج أكثر من مرة وأشهر زيجاته كانت مجدة ولو منها ابنته غادة نافع وكذلك تزوج من أجنبيات أشهرهن أرملت رجل المخابرات المصري رأفة الهجان أنتج عمالا للتلفزيون ومثل العديد من الأفلام خارج مصر كانت أول بطولة له في سنة 1963 وقد أقنع إسرائيل أنه عميل مزدوج وكان صديقا لقائد القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت عزر وعيزمن والذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد قامت المخابرات العامة بمراجعة مذكراته لمدة ستة أشهر قبل نشرها توفي في 30 ديسمبر 2006 في مستشفى القوات المسلحة عن عمره 71 عاما في نفس اليوم الذي أعدم فيه صدام حسين الممثل جميل راتب اسم الميلاد جميل أبو بكر راتب ولد في 18 أغسطس 1926 في الأسكندرية بمصر والدته هي ابنة أخ الناشطة المصرية هدى شعراوي حصل على التوجهية ودخل مدرسة الحقوق الفرنسية في القاهرة ثم صافر إلى باريس في عام 1974 عاد إلى القاهرة لأسباب عائلية بدأ حياته المهنية في فرنسا على خشبة المصرح وبدأ في مصر في فيلم سنة 1946 بعدها صافر إلى فرنسا وكانت ملامحه الحادة مؤهلة له لأداء أدوار الشر مسل 67 فيلما مصريا وعدد كبير من الأفلام العالمية تزوج من فرنسية وبقيت في فرنسا توفي في 19 سبتمبر 2018 عن عمر 92 الممثل أحمد زكي اسم الميلاد أحمد زكي عبد الرحمن ولد في 18 نوفمبر 1946 بالزكازيك بمصر هو ممثل ومنتج مصري مات أبوه بعد ولادته ورباه جده التحق بالمدرسة الصناعية ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المصرحية قسم تمثيل وإخراج سنة 1973 بتقدير امتياز كان أول ظهور له على المصرح في سنة 1967 وكان يقلد الفنان محمود الميليجي ظهر في السينما في سنة 1972 ويعتبر سالس أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم تزوج من الممثل الراحلة هالة فؤاد وأنجب منها ابنه الوحيد هيسم الذي توفي لاحقا في 2019 توفي في 27 مارس 2005 عن عمر 59 عاما إصر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة نتيجة كثرة شرب السجائر وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامه إلا أنه طلب من المحيطين به التكتم على الخبر الممثل محمود عبد العزيز اسم الميلاد محمود عبد العزيز محمود ولد في 4 يونيو 1946 في الأسكندرية بمصر حصل على درجة الباكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل وبدأ مشواره في بداية السبعينية وبدأ أدوار البطولة منذ عام 1975 حتى منتصف السمانينية حين قدم أحد أهم أدواره على الإطلاق في مسلسل رأفة الهجاب بلغ عدد أفلامه السينمائية 84 فيلما سينمائيا حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات دمشق والقاهرة السينمائية والأسكندرية السينمائية توفي في 12 نوفمبر 2016 عن عمر سمعين عاما بعد صراع مع المرض ودفن في مقابر أم جي بيبة بالورديان بالأسكندرية بالقرب من منزله الذي تربى فيه الممثل عزة العليل اسم الميلاد عزة حسن العليل وممثل مصري قام بالعديد من الأدوار السينمائية المصرية ولد في حي باب الشعرية بالقاهرة في 15 سبتمبر 1934 حصل على باكالوريوس المعهد العالي للفلون المصرحية سنة 1960 عمل لفترة كمعد لبرامج تلفزيونية حتى أتته الفرصة سنة 1962 ليبدأ مشواره السينمائية قدم عشرات الأعمال أبرزها فيلم الأرض والاختيار وفيلم السقى مات وكذلك العشرات من المسلسلات التلفزيونية والإزاعية توفي في 5 فبراير 2021 عن عمر 86 عاما الممثل سمير غانم اسم الميلاد سمير يوسف غانم ولد في 15 رناير 1937 في أسيوط بمصر التحق بكلية الشرطة ورصب فيها عامين متتاليين وتخرج في كلية الزراع جامعة الأسكندرية ثم كون فرقة سلاسي أضواء المصرح الشهيرة مع جورج سيدهم وظيف أحمد وكان آخر عمل له مع جورج أهلا يا دكتور وقدم الفوزير في رمضان في شخصية سمورة وفطوطة ويعتبر أحد نجوم المصرح وتوفي في 20 مايو 2021 مصابا بالفطر الأسود في أعقاب جائحة كورونا عن عمر 84 عاما مصابا بالفطر الأسود في أعقاب جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر